اشتركوا في القناة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم إني أسألك بالقرآن الكريم آية آية أن تحفظ الجزائر ولاية ولاية اللهم كما جعلت لمحنتها بداية اللهم اجعل لمحنتها نهاية يا رب العالمين إذا هناك سائل فأنا أستمع إليك سيدي نعم السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا يا شيخنا أشهد الله أنني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني لأجله أنا أخوكم بشار بشار ما شاء الله بشار وإنما سميت بشار لكثرة البشار بارك الله فيك شيخنا أجابك الله خير قل لي سؤالك سيدي بسم الله أولا يا شيخنا راني وقعت أنا والزوجة في خلاف خلاف يعني دوسنا قالور قلت لها المهم دوسنا على جان عمها عمها جان فرنسا وحبت تمشي تزوره تزايدنا في الهضرة قلت لها إلا مشيت عند عمك نطلقك وعلى يا سيدي وعلى وأنت وعلى هذا عمها وكان في فرنسا وحشاته هو شبيك أنت هذاك النهار بطفنر بزيتني يا شيخ يعني ما قاتلكش ومقش مسعد بش نمشي في هذاك النهار وهي زيرتني قاتلي لا لازم نمشي اليوم لا لا ما كاش لازم ما كاش لازم عندها حق تزور عمها ولكن على ساب الظروف تعاجلها مبارك الله فيك أستنى أنفهمك أنت يا مالا ما شي كنت ضد بش تشوف عمها أنت كنت لا 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 ما كنتش ضد أنا ما كنتش ضد ولكن الوقت ما كانش يسمع الوقت كان ضيق وكان عندي اشغالات أخرين يعني ما قلت لها خلي الغدوة لا لا قلت لها إذا كان مشيت عند عم وصلت حتى ضربتها قلت لها إذا كان مشيت عند عمك وطلقك بهذا اللفظ هم بعدها مشاته لما مشاتش لا 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 ما مشاتش الحد الآن ما مشاتش فطلاق لا يقع هذا يسمى طلاق معلق على شرط طلاق معلق على شرط إذا وقع الشرط وقع المشروط إذا ما وقعش الشرط المشروط لا يقع أنت قلت لها إذا رحت مشيت إلى عند عمكة كم طلقا وهي ما مشاتش لأنها إمرأة صالحة ما مشاتش فاتنتوا لا الحق فطلاقوا لم يقع والحمد لله ولا يقع لأن هذه المرة الجاية أكيد تزيد تروح أياحة تروح بريضان تاعك ولا لا 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 بالريضة أكيد بالريضة هايلي كمال أنت نهار قلت لها لو كانت تروحي دراع مكة كم طلقا مع أنت لو كانت تروح بلا رضاك بلا رضايا هذا هو فهما ما كاش طلاق الحمد لله ما كاش طلاق الحمد لله ولكن نعم سيدي سألت بعد المشايخ إيه سألت بعد المشايخ هنا في بشار وفي مدينة مدرومة ايه كان شيخنا عرفه في مدينة مدروم قالوا لي وقع الطلاق وتخصبت عليك طلقة واحدة والله يا سيدي راجع الطريقة اللي سألت أنت بها كل واحد على سبط طريقة ليسألوا كل واحد كيف يفهم أنا أنا فهمت من كلامك أنه طلاق معلق على شرط لو كانت تروحي لدار عمك راكم طلقة وهي ما راحتش ما راحتش وورا وورا هي طلقة واحدة هاي ما وقعتش ما وقعتش واحد قال مرت لو كانت خرجي مدارك مطلقة وهي ما خرجتش نعم هذا طلاق معلق على شرط واشنو هو الشرط لو كانت خرجي مدارك راحتش والآن انت قلبك وصفى وراضي معنتها المرة الجاية تروح لعند عمها وأنت راضي أليس كذلك ان شاء الله فما كاش طلاق ولا شيء ولكن خلي لن لومك شوية أصبر علي ما كاش مشكل ما كاش مشكل أولا راني زعفان عليك على كي ضربتها وهذه وحدة سجلها لازم تروح تروح تشيلها قرع ريحة ولا وتصلح الأمر لا لا تصلح لا لا تصلح نعم وراني زعفان عليك يعني انتو ما كاللازم توصلوا للدواس ما كانش قادرة هي تسايس الأمور ولا أنا شوية أنا شوية مقلق يا شيخ أنا شوية مريض بالسكاري وعندي شوية لا تنسيون القلب أنا شوية مقلق هي أيضا هي أيضا لازم تعذر رجلها رجلك ما قال لكش ما نروحوش نشوفه عمك أنا عارف بلي عمك وجان فرنسل وعشتي وحبي يشوفك ولكن رجلك قال لك مشي ليوم ها ورا المشكلة مشي ليوم يا سبحان الله تروحي تزوري عمك وراجلك راضي عليك يكون عندك الآجر شكرا سيدي شكرا سلمني على ناس بشار ومرة أخرى وكانت تمشي يعني الطلاق ما يوقعش وكانت تمشي إذا أنت أنت راك تقول لها لو كانت تروحي لعند عمك بمعنى كنت راك في هدك النهار وأنا ماشي راضي ايوه وإذا راحت يوما ما وانت راضي وانت لك هتديها إن شاء الله فالطلاق ولا يقع بارك الله فيك شيخنا شكرا الله يحفظك ويعمر دارك قل لي ما اسمك سيدي ما اسمك اسمينتي معزوز محمد السي معزوز الله يعمر دارك ويقوي اكتافك ويحفظك ويحفظك أولادك وزوجتك وكل أحبائك تصالح مع زوجتك ولا شيئا عليك شكرا الله يسلمك سيدي الله يسلمك والله نصيحة للنساء اللي ما رأى اللي ما رأى اللي ما رأى لازم تعفت سييسة رجلها كين شين ساء تبعوني يا كين شين ساء تزوجه مع الرجل وحش تعرفوا وحش يا وحش هو والوحش كيف كيف كتن عارفوا يسيسوه عارفوا ينظموه ربي يهودوه بالكلمة الطيبة بالإحسان بالخدمة بالخدمة هذاك الرجل بدايا يذوب هذيك توحش يذوب كيش حم يذوب يذوب حتى وله إنسان والحمد لله واحد العام اللي أنا كنت صغير يعني كان في عمري عشرين سنة جاء صارني وحش الشيخ من البيلكور الشيخ من البيلكور وانا كنت نعرفه كان يبيع البيض وانا عارفه وبيع ماما الصفرة واللي بس إسلامي كي ما كنت نشوفه جاء عندي مسكين بدا يبكي شيخ كبير يعني يقولك بلك نهار جاني كان في ثلاثة وثمانين سنة بدأ يبكي قلت له يا بابا وش بيقول لي يعني هنا كيش ما حقه وكيش ما شري كيش ما خاصك حاجة قال لي لا لا قال لي العجوزة تعي ماتت هكذا قال لي والله قال لي العجوزة ماتت قال لي ما صبت مسكين لقلبه معمرا ما صبش وانا راح تفكرني جاء عندي قاعد يبكي ومبعد يجبد لي تصوير وانتحها وش قال لي هاي الكلمة لي ما قدش ننسها قال لي هاي ليك المرأة اللي دخلت لي في الإسلام يقصد العجوزة لي ماتت قال لي هاي ليك اللي دخلت لي في الإسلام وهو كان مسلم مش يقصد كان كافر ولكن كان بعيد عن الله هذي كلمة كي حكالي هي التي دلته على الصلاة هي لي علمت كيف يزكي هي لي كما قال دخلتني في الإسلام إذن المرأة سايز زوجها وهناك سائل نعم سيدي أنا أستمع إليك نعم آلوي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بيك نشكرك على كي حتق بالسؤال لي الله يا حبي أنا من الجزاء العاصمة من زوجة مع راجل أجنبي ما تقل بالإسلام أه وكي دخلنا في البسكودرة كي دعتقل بالإسلام ما تقل بالإسلام في الجزائر ودزن على الوقوف أساسة شؤون لينيا والأوقاف ودار كلش تجهاد فهمو هطولوا القرآن بيان كلش الحمد لله وجنو سؤال لي شيء محرج ملا حياة في الدين ساي أذكو لازم يتخطن ولا لا 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 يا أختي السنة السنة الختان للطفل الصغير الختان للطفل الصغير هذا الطفل الصغير سنة يخطنوه أما الرجل الكبير ما هو السنة في حق الختان ليس سنة على حول تفهمي لأن لأن كشف العورة حرام والختان سنة الختان سنة ما نروحوش نديرو الحرام باش نطبقوا السنة فهمت يا ما نديروش الحرام باش نطبقوا السنة فلم يثبت لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاوه ناس كانوا كفار ولا مشركين ومشي مختنين ودخلوا في الإسلام وأمرهم بالختان لم يثبت هذا أولا الحمد لله على الإسلام والحمد لله أنك أنت كنت سبب في الإسلام وركز لكته من النار وأحسني وأحسني إليه وأكرم إليه وربي إن شاء الله يجعل ما أحب بينكما ويرسقكم ذريا صالحة أما الختان فلا يسن شكرا يا أخي الختان لا يسن وكما قلت الأخت هذا سؤال شوية محرج ولكن لازم تسأل على دينها لازم تسأل مكاش مكاش هذه سؤال محرج بسرعة من تسقسيش ويقعدوا في الجهل وما مش عايفين وشي ديروا لا لا النبي عليه الصلاة والسلام جاء علم أمته كل شيء الإسلام نظام شامل لكل شيء ورجل الكبير لا يسن الختان في في وهرن في وهرن يحكي لمدير تعالفندق مدير الفندق جاء رجل كبير ألماني ألماني رجل ورجل أعمال وبالخير تخل في الإسلام دخل في الإسلام أعلن للإسلام في الجمعة بالجمعة قال لي نهارا يستمعوا الغاشي قدام الفندق غاشي كبير غاشي هذا مدير الفندق يحكي لي قال لي خرجت قال لي خرجت صاب الناس المصلين وكما قال للإخوة واسحقوا قالوا له جين اندوه نختنوه جين اندوه نختنوه هذك مدير الفندق قلت خلعه وخاف قال لي خاف عيط له كي عيط قال لهم ذك الألماني واسحقوا قالوا له جين اندوك نختنوك وش قال لم يعوض بهذا مدير الفندق قال لي والله العظيم قالهم لا لا أنا ما تخذش في الإسلام قالهم بعد عاود خممته أني مسيحي أمن بعيسا هو ما زاله مسلمه صحي أمن بعيسا لأن المسلمي أمن بعيسا قالوا لا لا ماöyle ليس مسلم خلاسا وحوا بعدوني اخط discontinي هذاك مدير فنه قال لي حزنت قال لي غادني أخي يعود له كافر قال لي بعد كي وحنا وحدنا وحوا الغاشي وحوا الزعفانين اللهم عني وش قال له قال لي أ yapmış صح أنا أنا كافر قالوا نقول هنا أمن بعيسا أنا صحي أخي طي рас يكون مسلمي أمن بعيسا يأمن موسى يأمن بآدم قالوا أزو مهابل جايين يدوني يخطنوني على نها حتى كنحب نتخطن قالوا نعاف نوح الله المانوس بيطان تخطن على هجايين يخطنوني شفتوا الجهل تعال الناس الجهل الرجل الكبير لا يسنوا في حقه الختان لا يسنوا في حقه الختان جاني إنسان من ولاية داخلية يبكي حازن مسكين الله يصيب يتفن روحه واش بيك قال أنا ماشي مختان وبابا خلاني بلا ختان قلت له لا شيء علي هراك ما طبقت سنة ها إذا حففت لحيتك هاك ما طبقت سنة وذولي محفين اللحيام يبكو كما انت شفت إحنا يا كين أشياء نضخموها نردوها قضيال وكما صارتش كأن رجله كافر لا لا إذا إنسان ما تخطنش في وقت الختان ولا أصبح رجلا بالغا لا يسنوا في حقه الختان إذن أعود إلى الأسئلة الكتابية سائلة من الواد تقول شيخنا الفاضل في رمضان وأثناء الوضوء الأصغر عند استنشاق الماء من الأنث أحسست أنه مر عبر حلقي فهل علي القضاء أم لا نعم عليك القضاء إذا إنسان استنشاق في شهر رمضان المكره المبالغة في الاستنشاق فهمي يا أختي مكره ما تبالغيش في الاستنشاق أنت يا استنشاقتي حتى حستيه في حلقك هذا ليحذر منها العلماء مكره كثيرا تطويل المضمضة الاستنشاق والاستنشاق الاستنشاق أما لما حستي الماء في حلقك وتأكد ذلك نعم عليك القضاء كي ملك الوحد يدير ليقود في ودنه القطرة في ودنه ويحس البنة انتح في حلقه نعم عليه القضاء فهمت لو كان مراد يزيد في شعارها في شعارها يغزيد وتحس البنة انتعو لأن رأس فيه ما سمات وتحس البنة انتعو في حلقها نعم عليها القضاء فهمتوها هذه إذن عليك القضاء يا أختي هذا السيد حمزة من سعيدة يقول عندي قريب يريد أن يذهب إلى الحج لكنه متردد وخائف من أن لا يقبل الله سعيه للحج لأنه كثير الذنوب في الحصة القادمة أجيب على هذا السؤال والله عمر داركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر